اشتركوا في القناة وقال سموه بأن ميثاق العمل الوطني يعد تجسيدا واضحا لإرادة شعب مملكة البحرين لمشروع جلالته الإصلاحي وبداية عهد زاهر للمملكة ونهضة تنموية شاملة في مسيرة البناء والتقدم والازدهار تحت راية جلالته حفظه الله ورعاه وبارك سموه رئيس الحرس الوطني لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالصحة والعافية ويديم جلالته ذخرا وعزا لمملكة البحرين وشعبها الوفي قائدا حكيما لمسيرتها التنموية والحضارية الزاخرة بالإنجازات المشرفة بفضل الرؤية السديدة لجلالته حفظه الله ورعاه شكرا